المدرسة 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 كانت و ستبقى هي الاستثناء في حياتي أنني نجحت في المدرسة حاجة ماشي منطقية في الظروف والبيئة اللي عشت فيها في المحيط اللي كنت فيه عندك ثلاثة الاتجاهات ممكنة لحياتك إلا عندك الظهر تيهرس الحجر وتيدرع في البحر ستتعلم شي حرفك كما كانت و ستعيش فاقير مكحط حياتك كاملة هذا شي لك أنت محدود الاتجاه الثاني هو الإجرام بجميع أنواعه والاتجاه الثالث هو تعيش بحل ميكروب عالة على الوالدين أو فرد من أفراد الأسرة وتبقى تتمص في الدماء ديالهم تيموتوا وتمشي من بعد تقلب على ضحية جديدة و إلا ما لقيتيش تتبدل وجهة ديالك للإجرام هاد شي اللي كاي كيفاش خرجت أنا من الجنب الفضل ما تيرجعش ليا جينات الوالدين أكيد فيهم شباركة ديال الدكاء ولكن العام الأهم هو أختي بلا الأخت ديالي كرني اليوم مجرم أو حشرة ضارة أختي كانت هي المخلص أختي كانت قراية السبب هو أن الوالد كان كيفما قلت كان درجة كبيرة في العسكر وكان خصوه بنتو الكبيرة تكون مجهدة في القراية لا يزع ما غير تجيب مزيان في النوقات وتنجح لا خصها تكون الأولى دير جلسطورات تحت هذه الأولى وفعلا كانت دائما الأولى باستثناء مرة وحدة جتت تانية شدها الوالد فرشخها بالعصاب العصاب ديالك الطريقة أصلا لا أخلاقية وفي الصياق ديالكتي ما عندها تشي معنا ديالك اللولة ديال الدراسة والتفوق بقات فيها وخمت الوالد وثمين جوجات مقبلات تخرج من القراية وتقابل الدار اختيكملت قرايتها ووصلت لأعلى الشهادات ولكن مش موضوعنا هذا رجعوا للماضي والمدراسة كيف دوستها أنا كنت عايش بحل إلا عندي نفيصان في الشخصية وقت المدراسة تندخل في عالم جديد يناديكم طيف المجتهد تنقلس في الطبلة الأولى وديمها السبعي ستات ستات غيرتا رجع للدرب تنتحول الكثلة بيولوجية عشوائية أصدقاء المرجا ما كانوش عارفين الشخصية المهذبة ديالي وحرصا على سلامتهم الروحية وسلامتي الجسدية ما كنت نقول لهم والو اللي عاوني باش نخلي حياة المدراسة السرية هو أنني ما كنتش تنقرا في مدراسة مرجاوية كنت تنقرا في مدراسة شو هدا هاد المدراسة ولا تدابة شي قيادة ولا ما نعرف علاش هاد المدراسة هادي حيت من رحلنا للقنيطرا كاللي عمد دراسي بدا ديجا أختي كان عندها شي صاحبتها تتعرف نسيب أخوه شي معلم تما هادر مع المدير وقبلون يندخل أختي كانت تتزير معايا بحال كيف ما الوالد كانت تزير معاها وكان فيها واحد تديفه مقود هو أن أي حاجة تحتاجتها تتقول لي ياسير جيبها من الجوطية تتدبر عليها غير في ستيله وقلامه ودفتار 24 ولكن أي حاجة أخرى سنجيبها من عرض كتافي الحالة ديالي كانت ديما مرونة المعلمين التي تستعليدهم من واحد ناحية تنجيب أحسن نقاط وتلميذ خلوق مثالي ومن ناحية أخرى يعياء وما ينبحوا والله لاجب تليفر ولا قراءاتي زيد على هذا الكاروسري الجسم ما موالمش الموتور مرجاوي أصيل من برا وإنسان جميل من الداخل نتفكر واحد النهار المعلم ديال العربية ضربته شي نافحات إيمانية وبغي يدر لنا درس النظافة من الإيمان وباش يجمع شي معاشد تلمول شي قال لنا اللي نقيف الخارج تيكون نقيف الداخل وباش طبز لها الممو ديال العين بدأت ينوض التلاميذ المجتهدين قدام صبورة واحد بواحد تيقول لهم شوفوا تلاميذ اللي تيجيبون نقاط عالية شوفوش حال نقيين وحويجهم زوينة نساء أو تناساء خونا أن مول أعلى نقطة ما زال مريح مع الأوباش شوية غادي غادي تبغي يحبس من التنواض الشوفة دياله طلقت مع شوفتي كرح حياتو النهار اللي قرر يدخل فيه للتعليم قاعد لهيت اللي كانت هييت مجرد الوجود ديالي في القيصم ضربوا ليه في الزيرو ها هو الوعر في القيصم لابس ميش لانا خضراء حلومة عامرة بالغيس ديال اللي مرجى سروال قاطيفات تحول بقدرة قادر إلى سروال ديال التوب بكثرة الاستعمال والوسخ وتركوا ليموني مش كودر لا زيل لمجي بكري صورتي بحل هادو كلتي ديرو تصورهم في الصفحات ديال الجمعيات الخيرية حسيت بالمعلم تخلف معضيلة أخلاقية بينه وبنرسه وشي تجاهلني ويكمل بحل إلى أنا مكاينش وشي تلاميد ما غينتابهوش وشي لا نوضني غيبا التناقض بعد تفكير عميق وصمت مريب نوضني المعلم كآخر واحد تخشيت بين المجتهدين بحل شي واحد في ديالا جريس طالع للطوبيس الابتدائي داز بسرعة خيالية وكانوا في بزاف ديال القيصاص اللي بوحدها خاصة جزء ديالا نعطيكم مثال واحد ليوم مشؤوم خانز بالبيان ثلاثة ديال الدراري خوت كلوا الحلبة وعلى حساب دكشي اللي وقع ربما ضربوا اسطل منا خرجنا جرينا في الاستراحة الخوت بدوتي أعرقوه والروائح الزكية بدت تتغزو المدرسة رجعنا للقيصام المعلم ضربوا البخار المشيع وجهود تبدل بدت يغوت شكل الحزاق شكل الحزاق عياما يسول والو شوية فهم انه ميمكنش تكون حزقها هاتي وخي يكون حازق هالماسيح الدجال شكل خراف سروالوك عياما يسول بقالي حل واحد حيث كان غاي سخف بالريحة هو يدور علينا واحد بواحد يشمنا من اللور مع العرق والأغلبية ديالنا مطوطين بغناطيغ والنيف دياله كل الدق ما قدرش يطيح في صحاب الفعلة نسيت ما قلت لكمش ان هاد المعلم كنا مسمينه الشينوي حيث العصا دياله ديال بريسلي سد الباب ديال القيسم دور الطوابل على شكل دائرة وبقي نحن الوسط بحل نعاجل عيد الشينوي بدأت يفرغ علينا بالضرب جميع المكبوتات والعقد النفسية اللي عنده الغوات والبكاء والتزاديح كان اللي كانوا تيهربوا من ركلة طائشة و تيدخل في القنط ديال الشيطة لا تيعود ليه الترتيب ديال المسارنه العملية الانتقامية نجحت من النقص واحد وقال ليه بالصوت فيها حنحانة البكاء استاد استاد أولاد العروسي كله الحلبة الشينوي بدهم على جنب و تأكد من الجريمة هنا سيبدأ عقاب جديد اللي التوكنت يبلينا عادي في ذلك الوقت تحمينا على الإخوة الثالثة حيدنا لهم صنادل و هزينا لهم الرجلين هلك هم الشينوي بالفالقة من بعد لصق لهم ودنين كبار ديال الحمار مصوبين من الكارتون وبدأت يدورهم على الأقصام بش يضحكوا عليهم التلامت ديال المدراسة فهد الوقت كامل ديال عقوبة الحمار خاصك تقوص دهرك وتحني راسك باش تبين فعلا حمار و مازالت نسولوا كيفاش تخرجوا عندنا كواريد اجتماعية نجحت في الشاهدة ومشيت الإعدادية هنا ستبدأ المشاكل الصحيحة في الدرب وفي الدار وفي المدراسة في الدرب حيث ما بقيتش قادر نخبي القراية لأن قعم رجاوا صحابي اللي كبروا معايا كانوا سهلاوا مع الدراسة بدأوا حياة العبث يعني يقولوا شي بهم مستقلين على ديورهم كيفاش انا مازالت نقرأ واش صايت لي الريح في الراس جاب الله دبرت على بريكول في حانوت ديال اللي حويش كنتمشي ديريكت من المدراسة اللي تمها كنتم بقع خدامتها تنسده في الليل كنتم شد ثلاثين درهم في السيمانة كنتمشي كلها في زين النظر مصحوب بمعقودة وربع خبزة بالحرور هاد الخدمة عطتني غيطاء على المدراسة بل مضحك هو انه بعد عامين او ثلاثة ديال الاعدادي وخول اللي تنقول للدراري ما زالت نقرأ متيتيقونيش وبقاوا على ديك الحالة الضارة جت شافني عبيسيلا واحد دري اسمي توعب سلام شافني هاز التفاطر واللعيبات حدا الاعدادية اخرى علي بالضحك قال لي يتتلوط هنا عيت ما نقنع فيها رات نقرأ هنا وتقول واش بغد تخليه الراس المشكلة مع الاعدادي هو رفقة السوء اللي تصلوا بيه في السنة الثالثة يعني عام قبل من البروفي الكاتر ايام القديمة طبعا كان عندي دائما نفس المشكل الكتوبة ما تنشريهمش العام الاول والثاني دازوا بسلام العام الثالث طحت فقاساته ما ترحموش ما عندكش كتاب يا اما يجري عليك من القيصم وخصك ترغب وتبكي باش يدير معاك الحارس العام زوين او تتقلس في الطواب الاخرين فين قالسين ذوك اللي مكتوبة لهم في جبهتهم المرأو على ديني خاليله فلينظر احدكم من يخاليل غير الضحك والقسارة ما كون مسوق الشي ماط ما كون مسوق الشي فرنسي شي اجتماعيات ومع الهورمونات في ذاك الوقت تتخرج لك من ودنك الدماغ ممسى ليش يفكر في العواقب وفي المستقبل لأول مرة في حياتي غنهبط تحت المعدل وبرقم قياسي من خمستاش لثمانية هذه غا تكون المرة الأولى والأخيرة ختي مشت جيب البلتان في نهاية الدورة ما عرفتش واش هاد القادية ما زال هكا في المغرب كانوا أولياء الأمور ومن اللي تيجيبوا الورقة دي للنتيجة ختي رجعت للدار بحالي لا شافت جن وجهها صفروا وتترعت حطات الورقة فوق الطابلة ودخلات البيتها ستات عليها أنا أختي كلنا فينا هاد القادية من تنغضبو غضب شديد تنسكتو وتنقلبو على العزلة أنا فهمت البلان قبل ما نطلع على الورقة ولكن ما كنش تنتخيل ثمانية قلت ربما اثناش تلتعاش الغريب هو أن اللي أثر فيها كتر من ردة الفعل دي الأختي هو شنو قال لي هالحارس العام من أعطاها الورقة قال لي هالولدكوم تفلس ما عرفش علش هاد الجملة قال لي ها وقحة كبير في نفسي قدرت نرجع للمستوى القديم في الدورة اللي من بعدها ولكن تصيدت في الماض ما قدرتش نتبع السنسلة ديال الرياضيات تقطعت زقلت لعيبات مهمين كتاب علي نكون أدابي مدى الحياة نجحت في الإعدادي ومشيت التانويات الحي الصناعي وخانة ما حاملهاش حيث ما فيهاش الألمانية ختي مشات عوتاني تسول وترغب باش نقدر نتحول لتانويات عبد المالك السعدي شهر داز ديال القراية فقدت الأمل بديت تنت أقلم مع هاي وها واريو الحياة في شكال كون بقيت تماما كون حياتي كانت غا تكون مبدلة تماما حتي ما الكبير كنت غا دين بقى في المغرب وغن بقام سلم